اهلا بكم يا اصدقائي في قصة جديدة النهاردة رحلتنا في مكان جميل جدا عشنا فيه طفلتنا كلها وهو قاع الهمور بنروح لمطعم سلطع بيرجر واللي كان قدامه صحفة كتير ولما ودوشة وهيصة بيكون السبب بقى في كل الهيصة دي ان فيه سبون طلب بيرجر بالجبنة وجاله من غيرها وطالعا ساعتها لازم يدخل بطالنا سبونش بوب واللي بقى مدير المطعم مش عامل فيه بس بيدخل خبير البرجر سبونش بوب وبيطلع عدته وبيبدأ العملية المستحيلة بيطلع قطعة جبنة بالراحة كده كل هدوء بيحطه على البرجر بعد النجاح العظيم للعملية المعقدة دي الناس كلها كانت بتهني سبونش بوب وبيقولوله انت ازاي جامد جدا كده ساعتها بقى بيصحى سبونش من النوم وبيطلع ان كل ده كان حلم بيقوم سبونش وبيتكلم مع سريع الحيوان الاليف بتاعه اللي كلنا عارفينه بيقوله ان هو حلم نفس الحلم تاني بس النهاردة بقى اكيد الحلم ده هيتحقق وده بسبب الفرع الجديد اللي هيفتتحه النهاردة واكيد مستر سلطع بعد السنين دي كلها اللي هو اشتغالها معاه هيعين المدير بتاعه بيجهز سبونش نفسه علشان يبدأ يومه في نفس الوقت اللي شفيق كان بيجهز هو كمان وسبونش بيعدى عليه يلايفه كده وهو في الطريق بعد ما شفيق طبعا زرفه برا البيت بيروح له بسيط وبيصبح عليه بطريقتهم الخاصة وبيطلعوا على الشغل بنلاقي فعلا زحمة كبيرة جدا قدام المطعم ومستر سلطع بيعنن عن الفرع التاني واللي بيطلع لازق في الفرع الاولاني عادي جدا فكرة تسويقية عظيمة الصراحة طبعا شامشون كان بيرائب كل اللي بيحصل ده وكان متضايق من افتتاح الفرع الجديد بيتكلم مع امراته القلية اللي هي اسمها كارين وبيقول لها انه عمل كل حاجة ممكنة ومش ممكنة علشان يسرق الوصفة بتاعت سلطع بيرجر بس كل مرة كان بيفشل ان هو يسرقها كان بتقول له لا لسه في خطة اخيرة انت ما عملتهاش وبيقراه شامشون وبيعجب بها جدا وبيكرر ان هو ينفذها فعلا بنروح للاحتفال بتاع المطعم الجديد ومستر سلطع خلاص هيعلن المدير بتاع الفرع سبونش بيبقى قاعد على اعصابه وخلاص هينفجر لحد ما اعلم مستر سلطع ان شفيق هو المدير مش سبونش باب من الصدمة سبونش مستوعبش اللي حصل وطلع وهو بيحيي الناس على اساس ان هو اللي تعين لا وكمان بسيط بيبقى محضر احتفاله وكمان واللي بيبوز بالحفلة كلها على كل اللي موجودين بنروح هنا لملك البحار نيبتون وهو كان بيحاكم شخص علشان تجرق ولمس التاج بتاعه بس الراجل الغلبان بيقول له ياسطى انا اللي بلمع التاج فطبيعي ان انا المسه المهم بنت الملك وكان اسمها مندي ما بيعجبهاش الهطر اللي بيحصل قدامها دي بتقوم هي وبتفك الراجل وبتقول له يلا يا عم تكرق على الله بعدها ابوها الملك بيطلع الناس كلها برا وبيتكلم معاها في اللي هي عملته ده وبيقول لها ان انت لازم تبقي قوية كده وشديدة لان في يوم هتلبسي التاج ده مكاني بس التاج ساعتها اصلا كان سافر وبيطلع ان يشامشون سرق التاج وهيرب بيه بنروح نسبونش اللي كان مقضيها احزان علشان ما تعينش الموديل وبسيط كان بيحاول ان هو يفك شوية بيخلي ان هو يقوم ويورقس واتبسط لحد لما بيغم عليهم من كتر الايس كريم اللي هم اكلوه بيروح بعدها الملك نيبتون وبيتهم مستر سلطع ان هو اللي سرق التاج بتاعه وكل ده بسبب ان شامشون لما سرق التاج ساب رسالة وكان مكتوب فيها انا مستر سلطع وانا اللي سرقت التاج لا وكمان ساعتها بيتصل شامشون وكان مغير صوته وبيقول لمستر سلطع ان هو باعت تاج اللي هو سرقه في مدينة شيل سيتي ساعتها بقى الملك بيتأكد ان مستر سلطع هو اللي سرق التاج بتاعه بيدخل سبونج بوب ساعتها وبيزع لمستر سلطع وبيقول له ان هو اولى بالوظيفة اللي هو ادها لشفيق دي الملك ساعتها كان عايز يزيعد من مستر سلطع بس سبونج بيتدخل وبيقول له ان هو هيروح علشان يجيب له التاج بتاعه الملك بيقول له مستحيل محدش راح المدينة دي ورجع قبل كده بس مندي بنته بتقنعه وفي الاخر بيوافق بس بشرط ان هو بيجمد مستر سلطع وبيقول لهم ان هو مش هيفكه الا لما يجيبوا التاج بتاعه مندي بتساعدهم وبتديلهم شنطة وبتقول لهم ان اول ما تلاقوا التاج استخدموها لانها شنطة سحرية وهترجع كل قاعل هامور على طول بيروحوا سبونج بوب ببسيط علشان يجهزوا نفسهم للمشوار ده ساعتها بيجي شمشون وبيقدر اخيرا ان هو يسرع الوصفة السحرية وخطته اخيرا بتنجح ومن ساعتها بقى الزباين والصحافة بتطلع على مطعم شمشون اللي خلاص هيشتغل بالوصفة اللي هو سرقها بيتكلم شمشون مع كارن وبيقول لها ان اخيرا خطتي نجحت وبقى عندنا زباين كتير كارن بتقول له ما تفرحش قوي كده سبونج بوب وبسيط شكلهم هيبوزولك كل حاجة بيكرر ساعتها ان هو يستقيم بقاتل محترف علشان يخلص عليهم قبل ما يعرفوا يلاقوا التاج عربية سبونج بوب بتكون تقريبا كده مسروقة هم بيلاقوها بس المفتاح مكانش فيها وبيعرفوا ان المفتاح في البر اللي مليام يريمين ده بيدخلوا ساعتها علشان يحاولوا ان هم يجبوه ساعتها بيظهر الرجل اللي بيدور عليهم وبيجمع كل اللي في المكان بيعرفهم ان هو بيدور على اتنين اطفال واللي هم كانوا وقفين قدامه بس هو مش عارفهم بيكرر انه هيشغل اغنية اطفال ولو حد فيهم رأس يبقى ده طفل ويبقى هو اللي بيدور عليه بيفضل سبونج بوب وبسيط مسكين نفسهم بالعافية لحد ما فيه اتنين تانيين بيغنوا والرجل بيمسكهم وساعتها بسيط وسبونج بوب بيخرجوا بالمفتاح من المكان تاني يوم وشافيق رأيها المطعم بيلاقي الناس كلها لابسين الطائية بتاعت مطعم شامشون وبيعرف ان شامشون بيقدم البرجر بالخلطة السرية بتاعت سلطع برجر بيطلع ساعتها على طول على مطعم شامشون واللي كان مليان زباين وبيلاقي ان شامشون كمان بقى يتحكم فيهم عن طريق طائية اللي هو بيده لهم ببلاش وملبس لهم كلهم دي وكمان بيخليهم ان هما يطاردوا شافيق بنروح لابطالنا وهما مكملين في مشوارهم بيوصلوا للمكان اللي مليانها ياكل عظمية وجماجم ده بيلاقوا كشكا ايس كريم وبيروحوا علشان ياكلوا منه بس بيطلع ان هو كمين من سمكة متقوحشة وبتفضل تجري وراهم لحد ما في الاخر بيجي مخلوق اكبر منها وبياكلها بعدها بيجي لهم مندي بنت الملك وبتقول لهم ان دلوقتي مفيش حد غيرهم يعرف يرجع التاج لان شامشون بقى بيتحكم في الناس كلها عن طريق الطائية بتاعها وان الملك دلوقتي مشغول بحاجات اهم ومش فاضي للكلام ده بصراحة بقى الملك كان بيحاول يزرع شعر علشان يتكن مغطي القرعة ودلوقتي هي باينة بيقول لها ان هم اطفال وان المهمة دي كبيرة عليهم قوي بس هي بتفكر وبتحل المشكلة بكل موضوعية وده بقى انها بتركب لهم شنبات وبتقول لهم اديكوا كده بقيتوا كبار يلا بقى روحوا حلوها والهبل هم كمان ساقوا فيها وقالوا خلاص احنا بقنا كبار وجيروا على المدينة المرائبة دي وهم عمالين يعدوا من الوحش كلهم بس في الاخر بيظهر لهم الرجل اللي عايز يموتهم بس ساعتها فيه غواص بيجي ويقف عليه ويبططه وبعد كده بيمسك زبون جبابه بصير ويفوقوا بيلاقوا نفسهم في حد سمك عند الغواص ده ولان الغواص ده شغلوا وان هو بيجف السمك اللي بيصطادوا بياخدهم بعدها وبيحطوهم تحت كشاف علشان يجففهم هم كمان وفعلا بيبدأ ان هم الاتنين ان شافوا خالص وكانوا خلاص هيموت بس بتنزل نقطة مية على فشة الكهرباء وبتعمل ماس كهربائي خلى الانذار بتاع الحريق يشتغل الرشاشات بتاعت الانذار بتنزل عليهم مية فبيرجعوا تاني على وضعه بيفوقوا وبيلاقوا كمان التج بتاع الملك جنبهم وان الغواص ده اكيد لقاه في البحر واغده بس بعدها بيلاقوا ان الغواص رجع لهم من تاني بس بسبب المية الاسمك كلها رجعت وبقى فيها صحة وقعدوا يقوموه وجي الوقت اللي يشغلوا فيه الشنطة السحرية علشان يرجعوا لقاع الهامور بس بسيط بزكاؤه وبيضيحها بعيد عنهم بيجيرهم ساعتها ديفت وده كان بطل مسلسل عن حراس الشاطئ وحوار قديم كده ياسبوكوا منه المهم بيقولهم ان هو هيوصلهم تاني لقاع الهامور بتاعهم ده اللي هناك بقى الملك كان فقد الامل فيهم وراح على مستر سلطة علشان يعدمه من دي بنته بتحاول ان هي تعطله على ما هم يوصله وفوق بيوصلهم ديفت لقاع الهامور بالتاج بيرجع سبونش بسيط للمحل تاني علشان ينقذوا مستر سلطة بس ساعتها شامشون بيلبس الملك هو كمان طائعا من بتوعه علشان يتحكم فيه بس سبونش بيتكلم مع شامشون وبيقوله انت فاشل وهتفضل تقول عمرك فاشل وبعدها بيفضل يخطب في الناس اللي هو بيتحكم فيهم لحد ما في الاخر بينجحوا ان هم يطلعوا من تحكم شامشون بتيجي الشرطة وبتقبض على شامشون والملك بيفك مستر سلطة وساعتها بيكافوا مستر سلطة بياخد شارط مدير الفرع من شفيه وبيديها لسبونش بوب واللي كان فرحم بيها جدا جدا وهي اهلا بيكم اصدقائي في قصة جديدة من قصص محبوب الطفولة سبونش بوب احنا دلوقتي في قاع الهمور مع سبونش بوب احسن واحد بيعمل برجر في مقرمشات مستر سلطة صاحب الخلطة السرية واللي شامشون الشرير المنافس بتاعه طول عمره كان بيحاول ان هو يسرق الوصفة السرية بتاعته بس كل مرة سبونش بيبوز خطته مو بيعرفش ان هو يسرقها بس المرة دي بقى الخطة كانت مختلفة شامشون بيطلع بطيارة وبيرمي كمبيلة مايونيز كبيرة على مطعم مستر سلطة وساعتها بسيط وسبونش بيطلعه على اسلحتهم وبتبتدي الحربة ما بينهم اما بقى مستر سلطة كان جوا بيأمن على الوصفة السرية واللي كان محتفظ بيها في خزنة مع الفلوس برا المطعم بقى كانت الحرب مولعة وكانوا بيستخدموا كل انواع الاسلحة زي الخضار والبطاطس وكمان الاسلحة المحرمة دوليا زي الكاتشاب والمايونيز الدنيا بتسخن اكتر وشامشون بيطلع عامل ريبوت كبير جدا ساعتها بسيط قال وانا مالي انا اصلا مش شغال معاهم وسبهم وخلع شامشون بقى بيقطح من مطعم بالريبوت الكبير بس البنزين بتاعه بيخلص منه قبل ما يعرف انه هو يكمل خطته بيطلع ساعتها من الريبوت وبيحاول انه هو يفدي نفسه بفلوس بس بيبقى مفلس فبياخد مستر سلطة منه اخر كوين معاه وبيحطه في الخزنة وبيطرد بعدها شامشون وان الناس بتفضل تضحك عليه بس المفاجأة بقى ان الفلوس اللي اخدها منه دي كانت مزيفة وكان جواها شامشون الحقيقي وكل ده كانت خطته من الاول بس بيلاقي ان الوصفة السرية محطوطة في ازازة وكان عليها كمان جهاز انذار في الوقت اللي برا بيكتشف فيه مستر سلطة ان ده من شامشون وانه يبقى ربوت صغير الانذار ساعتها بيضرب وبيقفل المطعم كله وبيفضل سبونج بوب بيتخانق مع شامشون على الوصفة السرية لحد ما في الاخر وهم بيتخانقوا الازازة بتختفي من ايديهم هما الاثنين بنروح بعدها المستر سلطة وهو ماسك شامشون وربطه وقاعد يعذب فيه علشان يعرف منه الوصفة بتاعته راحت فين شفيق بيدخل عليهم وبيعرفهم من الشغل المتأخر وان الفلوس كده هتضيع عليهم طبعا مستر سلطة البخيل ده اول ما بيسمع كلمة فلوس بيودي سبونج على طول علشان يعمل لهم البرجر بس بيلقوا ان التلاجة فاضية خالص وما فيهاش اي بيرجر وطبعا دلوقتي مش هيعرفوا يعملوا اي حاجة تاني من غير الوصفة السرية اللي اختافك مستر سلطة ع ساعتها بيسخع الناس وبيقول لهم ان شامشون سرق الوصفة بتاعته ويلا بينا على المطعم بتاعه بيطلع كلهم على هناك واللي كان شامشون قاعد مع امراته الالية كارين بياخدوا شامشون وكانوا هيقتلوه علشان يعترف ليهم بمكان الوصفة اللي هو خدها بس سبونج باب ساعتها بيتدخل وبياخد شامشون فقعت هوا وبيطلع يجري وكان بيقول لمستر سلطة ان شامشون مسرقهاش ولا حاجة وان هي اختفت قدامه سبونج بيتكلم مع شامشون وبيتفق معاها ان هم لازم يلاقوا الوصفة دي قبل ما الدنيا هنا تتضم واللي فعلا بنشوف في الاخبار ان البلد كلها بتولع بسبب اختفاء الوصفة والبرجر بيروحوا ساعتها لصاحبه بسيط علشان يشوفوا هيعملوا ايه بس بيلقوا ان بسيط هو كمان اتهبل زي بقية الناس وبيمسك سبونج باب وبينادي على الناس علشان يجي يقبضوا عليه بس بيعرف سبونج هو وشامشون ان هم يهربوا منه وبيروحوا بعدها على صاحبته ساندي واللي بيلقوا ان الدنيا عندها بايزة هي كمان وشكلها الجنينة زي بقية المدينة وبتقولهم ان دي نهاية سلطة عبرجر للابد ما بيبقاش قدامهم غير حيوانه القليف سريع واللي هم بيرحوله بيلقوا ان هو كمان اتهطل وعمل نفسه وزعمل حلزونات وبيؤمر رجالته ان هم يبضوا عليه هم طبعا بيعرفوا يهربوا منه بسهولة علشان الحلزونات بيتحرك ببط بيفضل سبونج قاعد مع شامشون وبيتكلم معاه وكانوا شايفين قاعد همور وهو بيخرج سبونج بيقوله ان هم لازم يلاقوا الوصفة اللي اختفت دي قبل ما البلد تتدمر خالص بعدها بيروح سبونج بوب في نمعة ميك شامشون بيبقى مفكر ان الوصفة دي اكيد متخزنة في عقل سبونج فبيكرر ساعتها ان هو يخش جوه عقله يجيبها بنفسه من جوه وفعلا بيدخل جوه دماغه وبيخترق عقله بس بدل ما بيلاقي الوصفة بيلاقي علم من التفاهة واللعب واكل حاويات اي حاجة يعني تقدر تقول كده ملهاش لازم ببيستحملش كمية العبط اللي في المكان دون وبينط على طول بره دماغ سبونج بوب بيجي لهم فكرة تانية وهي انهم يعملوا قلة زمن يرجعوا بالزمن ويمنعوا اختفاء الوصفة دي من الاساس بيحاولوا يروحوا الكارين القلية علشان تساعدهم في الخطة دي بس بيلاقوا ان اهل قاعل هامور كلهم محوطين المطعم بتاع شامشون وكمان حبسين كارين جوه ومربطينها بيتسحبوا وبياخدوا المفتاح واللي كان محطوط حوالين رابط بسيط وبيدخلوا لكارين وفعلا بينجحوا ان هما يرجعوا بالزمن لما قبل حادثة الاختفاء بينجح فعلا سبونج ان هو ياخد ورقة الوصفة من شامشون قبل ما تختفي ويرجع بيها للزمن بتاعه بس بيلاقي ان هي اصلا مش الوصفة وانه مستر سلطع كان من الاول الهجوم خالص بتاع الروبوت عليهم بدلها بورقة تانية بس بسيط ما بيسكتش وبيجرب حظه بقلة الزمن هما كمان والمرة دي بيرجع لهم بوحش على هيئة شفيق صاحبهم المكتائب البلد كلها بتقلب على سبونج اللي ضيع الوصفة للأبد وهو بيحاول يتكلم معاهم بس ما حدش بيسمع له بياخدوا سبونج وبيربطوه علشان قرروا ان هما يعدموه بس ساعتها سبونج بيشب ريحة مميزة هو عارفها جدا وبيستغربوا ريحة البرجر دي انجاة من اين بيفضلوا ماشيين ورا ريحة لحد ما بيوصلوا للشط بيتكلموا مع بعض على مين فيهم اللي هيخرج برا البحر ورا الريحة بيجي لهم ساعتها الدولفن السحري وبيساعدهم ان هما يخرجوا كلهم برا على الشط ولما نيحوا ان هما يطلعوا برا بقى بيفضلوا يلعبوا شوية ويأكلوا ايس كريم وحلويات كتير وبعد شوية الهبل دول بياخدوا عجلة وبيمشوا بيها ورا ريحة بتاعت البرجر لانها كانت ريحة مميزة طبعا بقى بتاعت مستر سلطع بيوصلوا في الاخر لمطعم كرسان وبيتكلموا معاه بيعرفوا ان دي وصفتهم هما وانها وصفة سرية في قاع الهامور وان انت ماينفعش ان انت تستخدمها بيبقى مستهرب ويسألهم هما ازاي طلعوا من القصة وهما ما كانوش فاهمين هو بيقول ايه وساعتها بنعرف ان كل دي كانت قصة في كتاب مع الكرسان ده وانه خلى الوصفة تختفي لما غير في الاحداث بتاعت القصة وكتب ان الوصفة بقت معاه هو ساعتها غير تاني في احداث القصة وكتب ان هو نفى المجموعة دي كلها في جزيرة مخيفة في وسط المحيط وفعلا بينقوا نفسهم في الجزيرة دي في وسط المحيط وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه وساعتها سبونج بيتدخل بياخد ريشة من الطيور المخيفة اللي كانت مالية جزيرة وكمان بيخلي شفيه يطلع حبر علشان يستخدمه وبيكرر ان هو يكتب بنفسه نهاية الرواية والقصة الغريبة دي ساعتها بيختفوا من المكان وبيفضل شمشون هو اللي هناك واللي كان مستخبي علشان يكمل هو كتابة في القصة بيرجعوا تاني للبر بس سبونج بوب كان عاملهم زي الابطال الخارقين بيفضلوا يحاربوا الكورصان علشان يمنعوه ان هو يكتب اي حاجة تاني في القصة بتاعتهم بس الكورصان بينجح ان هو يمشي المركب بتاعته علشان يهرب منهم بيفضلوا هم وراه بيتاردوه بقدراتهم الجديدة اللي سبونج بوب كتبها لهم وبقت عندهم المهم بقى بعد شوية شقلبة بينه وبين الكورصان بينجحوا ان هم يوقعوا الكتاب بتاع القصة على الجرل وبيتحرق وخلاص كده ما عادش فاضل غير الوصفة السرية بس واللي بيفضلوا يحاربوا بعد عليها الكورصان بينجح ان هو يغلبهم كلهم بسهولة الا سبونج بوب اللي غلبه بس مش بسهولة قوي بعدها الكورصان كان لسه هيمشي بس ساعتها بيطلع له شامشون شامشون كان كاتب في الورقة انه يبقى بجسم كبير عملاق وضخم بس كانت لنسه راسه صغيرة زي ما هي بيشيل شامشون السفينة كلها وبيدخل راسه جواها بس الكورصان بيروش في عينه كاتشة بحراء وبيهرب منهم شامشون بيتأسف لسبونج وبيقوله انه هو عايز يبقى واحد منهم بيشتعلوا مع بعض وبيقدروا ان هما يمسكوا الكورصان وبياخدوا منه الوصفة السرية بيدوها المستر سلطع علشان يرجع تاني يعمل بيرجر لقاع الهمور وبعدها سبونج بيكتب تاني ان هما يرجعوا وفعلا بيرجعوا زي ما كانوا في قاع الهمور من الاول وبيرجع تاني البهجة والسرور لقاع الهمور مع بيرجر مكرمشات سلطع بنرجع تاني معاكو يا اصدقاء اني مفي كلمة ونص لعماك البحار وبالذات مكاننا المفضل قاع الهمور واللي كان فيه صاحبنا سبونج بوب واللي كان قاعد مع صاحبه سريع بيأكلوا وبيتكلموا سوا بعدها بيطلع سبونج على شغله في مطعم مستر سلطع وطبعا مش هينسى شفيق اللي طالعين اهله بسبب العبط والهطل بتاع سبونج بوب اللي ربنا ما يحرمنا منه ابدا بييجي بعد كده يا مستر سلطع وده بقى ابخى الكائم بحري ممكن ان انت تتقابله في حياتك بيبدأ يوم شغل جديد في مطعم مكرمشات سلطع ونروح بقى للشرير العبيد شامشون اللي كان لسه بيحاول لغاية دلوقتي انه يسرق الوصفة السرية لبرجر مستر سلطع شامشون بيتكلم مع كرم مراته القالية واللي بتقوله انت يابني مزهيتش انت كل شوية تحط خطه بتاع ولا فيه اي حاجة بتنجح انت لازم تفهم ان مشكلتك دي مش مع مستر سلطع مشكلتك الاسية والحقيقية كانت مع سبونج بوب لان هو اللي بيبواصلك كل الخطط اللي انت بتحطها شامشون مكانش مهتمة بالكلام بتاعها علشان ساعتها كان بيجهز لخطته الجديدة وبالليل بيبدأ فعلا ان هو ينفزها لما المطعم بتاع مستر سلطع يكون قفل بس كالعادة طبعا سبونج بيبواصله الخطة دي لما بيرجع للمطعم بالصدفة وساعتها بيزق شامشون وبيوقعه في الزيت وشامشون بقى بيفتك الكلام كرم مراته وبيتأكد ان سبونج فعلا هو سبب فشل خطته كلها هنسيبنا من كل دول بقى ونروح لملك البحار بوسايدون واللي كان مهتم بزيادة بشكله وببشرته بيلاحظ ان في وشه ظهر التجعيدة وبيتخض جدا بسببها بيطلب بسرعة الحلزون علشان يحطه على وشه ويعاليج له التجعيدة دي بيجيبوله حلزون بس بيطلع ان الملك شفط كل المادة اللي موجودة في الحلزون الاخير ساعتها الملك بيتدايق جدا وبيكرر ان هو يعمل مكافأة كبيرة لاي حد يقدر ان هو يجيب له حلزين جديد علشان ياخد المادة اللي فيه بيكتبه الكلام ده في منشوره وبيعلقه في البحر كله شمسون كان معدي وشاف الورقة اللي متعلقة وجات له ساعتها فكرة جديدة يخلص بيها من سبونج خالص بيروح بسرعة بعدها على بيت سبونج بوب وبيخطف الحلزون بتاعه سريع وبعدها بيرجع سبونج على البيت وبيفضل يدور على صاحبه سريع في كل مكان بس ما بيلاقيهوش بيحسن سبونج جدا وهو قاعد يفتكر ذكرياتهم سوا مع بعض بعدها بسيط بيدخل عليه وبيلاقي الاعلام بتاع الملك بوسايدن ساعتها بيفهمه ان فيه حد خطف سريع علشان يبيعهو الملك في مدينة اطلانتك سبونج بيجيب كتابه عن المدينة دي وبيعرى عن الملك بوسايدن وبيعرف ان هو ملك شرير وان اسهل حاجة عنده كانت الاعدام بيخاف ساعتها سبونج ان هو يروح ورا سريع بس بسيط بيشجعه وبيقوله ان هو كمان هيروح معاه بيطلعه بره البيت وبيلاقي شمشون بره وعمل نفسه عبيت ومش عارف ايه اللي بيحصل وكمان كان مجهز لهم عربية بسواق علشان توديهم وبيقول للسواق وديهم للمدينة بس ما ترجعهمش هنا تاني في الوقت بقى للناس كانت عاملة تجامهور كبير حواليه مطعم مستر سلطع بسبب ان ما فيش بيرجر ومستر سلطع مكانش عارف هو هيعمل ايه من غير سبونج واللي بنروح له هو بسيط وكانوا في العربية واللي بيصحوا بيلقوا نفسهم في صحرة كبيرة وكانوا مش مستوعبين انهم خرجوا من المية العربية بتدخل بيهم في مدينة مهجورة مرعبة بيظهر لهم ساعتها الوش ده وبيقول لهم ان اسمه الحكيم وانه هو هيساعدهم في المهمة بتاعتهم وبيديهم زي مادليا معدن كده بيقول لهم ان هي دي هجيب لهم الشجاعة بيعرفهم على المطعم واللي هيكون فيه اول تحدي لهم في طريقهم وانه هم لازم يحرروا كل الارواح اللي جوه ويتخلصوا من الشرير كمان اللي حبس الارواح دي الشرير ده واسمه ديابلو كان جاي في الطريق دلوقتي بيدخلوا وبيلاقوا الناس جوا بيغنوا والاغنية كانت عبارة عن وصف لديابلو الشرير المخيف بعد فترة بيوصل ديابلو ده للبار وبيطارد بسيط وسبونج وكان عنده قدرات خارقة بينجحوا ان هم يهروا منه وبالصدفة بتدخل اشاعة الشمس وبيلاقوا ان هي بتحرقه ساعتها بيفتحوا الستاير خالص لحد ما بيتحرق ديابلو ويختفي وكده بينجحوا في انهم يحرروا ارواح الناس اللي جوا البار وعدوا التحدي ده بيطلعوا تاني بره وبيركبوا العربية وبيروحوا في النوم وبيصحوا وبيلقوا نفسهم في البحر بيظهر لهم الحكيم تاني وبيوريهم بسيط وبيطمنهم عليه بس كان الملك ساعتها بيستخدم المادة اللي فيه على بشرته بنروح لشمشون لما رح لمستر سلطع وكان بيشمت فيه من اللي الناس عملته فيه بيطلب منه الوصفة السرية ومستر سلطع بيدهله بكل سهولة بيقوله ساعتها ان الوصفة دي ملهاش اي لازمة من غير سبونج بوب بيوصل بعدها سبونج وبسيط للمدينة بتاع الملك بوسايدن الحكيم بينبههم وبيحذرهم قبل ما يخشوا وبيقولهم ان هما لازم يلكزوا في مهمتهم ومهمتهم بس وينفعش ان هما ينشغلوا باي حاجة تانية ويتلهوا فيها بس طبعا الكلام لمين ده سبونج وبسيط يعني اول ما شافوا المدينة بالالعاب اللي فيها نسيوا نفسهم خالص فضلوا يلعبوا ويتنططوا وبعدها بشوية قاعدوا يكلوا وبعدها يرقصوا شوية لحد ما ظهر لهم الحكيم تاني وهو متدايق وقال لهم انتوا اتشغلتوا بكل حاجة قابلتكم وانسيتوا اصلا الحاجة المهمة اللي انتوا جايين لها وهو سريع بس خلاص بيركزوا وبيلاقوا ان هما اصلا بقى قدام قصر الملك بوسايدن بينجحوا ان هما يدخلوا لقصر بتاعه وبيعملوا نفسهم بيعزفوا في الحفلة اللي جوا كانت خطة منهم لغاية ما شافوا سريع وحاولوا ان هما ينقذوا وياخدوا ويهروا بس الملك شافهم وخلى الحراس يقبضوا عليهم في نفس الوقت اللي ساندي السنجابة بتروح على بيت سبونج ما بتلاقيهوش هناك وبتلاقي البيت متبهدل خالص بتروح لمسطل سلطع وهناك بيشوفوا في الاخبار ان الملك بوسايدن هيقدم سبونجه بسيط وبتقوله ان هما لازم يروحوا ويساعدوهم شمشون كان مواقف وحس بالغلطة اللي هو عملها وبيعترف لهم ان هما اللي عمل فيهم كده بتروح المجموع كلها علشان تنقذهم من العدام في السجن بقى بيظهر لهم الحكيم تاني بيحاول يشجعهم ان هما يتخلصوا من الموقف اللي هما فيه بس هما بيقولوله ان الميداليا اللي هو الدهالهم اللي بديهم الشجاعة ضعت منهم بيقولهم ان الشجاعة دي حاجة جواك وانتو وان هي هتظهر فيكو لما تتحطوا في موقف يتطلب كده ده كان في الوقت اللي ساندي والمجموعة بيوصلوا بالعربية للمدينة وبيروحوا على المحاكمة بتاعت بسيط وسبونج بيعملوا خطة علشان ينقذوهم ومستر سلطع بيقطع الكهربة ولما الكهربة بتيجي بتكون ساندي نجحت ان هي تقف قدام الميكرافون علشان تدفع عن صحابها الملك بيوافق ان هي تبقى المحامية بتاعتهم وهي فضلت تحكي عن ذكراتها مع سبونج منه هم صغيرين وانه هو كان طول عمره بيساعد الناس وانه احسن صديق ممكن ان انت تصاحبه بعدها بسيط بيتشجع هو كمان وبيفضل بيحكي عن سبونج بوب وانه هو افضل صديق ليه وانه هو طول عمره بيساعده كمان بدون مقابل شفيق هو كمان بيقولهم ان سبونج ده اكتر شخصية ممكن تبقى مزعجة في حياتك بس برضو ما يعرفش يعيش من غيره لانه بيعتبره اقرب صديق ليه مستر سلطع بيتكلم بيعرفهم ان فكرة المطعم دي اصلا كانت من سبونج وانه هو من الاول مصدر الهامه في كل حاجة ومن ساعة ما فتح المطعم وهو واقف معايا وبيساعدوا من زمان وبيفضلوا كلهم يغنوا سوا ويرقصوا الملك ساعتها بيكتشف ان الحلزون هرب منه وبيفهم ان كل دي خطة منهم علشان يهربوا بيقمروا الحراس ان هم يطردوهم ويقبضوا عليهم واول ما المجموع بتخرج برا الاسر الحراس بيحوتوهم ويقبضوا عليهم بيخرج لهم الملك بسايدن وبيقولهم انه هو اتأثر بيهم وبكلامهم وهيسيبهم بس بشرط انه هو يسيبيوله سريع الحلزون ساعتها جيه في دماغ سبونج كلام الحكيم وانه هو لازم يبقى شجاع دلوقت بيقف قدام الملك وبيرفض انه هو يدي له صاحبه سريع وبيقول للملك انت لو ما كاني عمرك ما هتصيب صاحبك ابدا الملك ساعتها بيطلب القيمة بتاعت اصدقائه وبيكتشف انه ما عندوش ولا صديق واحد مخلص زي سبونج بوم وساعتها بيحزن الملك جدا وبيفضل يعاية سبونج بكل طلقائية بيقوله انا هبقى صديقك بس مش هتاخد برضو صاحبي بسيط وان اهتمامك بجمالك دون زيادة عن اللزوم انت جمالك مش بس شكلك جمالك الحقيقي ان انت تبقى ملك بجد وتشوف مسئوليتك وتراعي البحار والمحطات اللي انت بتحكمها بيقتنع الملك بكلامه وبيشيل كل حية كان لابسها علشان تجمل شكله وبيبعدهم انه هو خلاص هيبطل اهدام في الناس ويهتم بيهم ويحل مشاكلهم وبعدها بيخرج كل الحلزونات اللي كانت محبوسة عنده وسبونج بيخدهم كلهم علشان يعيشوا معاه في البيت هو وسريع وعاد الهدوء والسعادة مرة اخرى لقاع الهمور شكرا كم وصلت نهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول